تقديراً لدور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في تعزيز العلاقات البحرينية التايلندية والخليجية التايلندية إلى أبعاد واسعة من التعاون الذي انعكس على توجهات الجانبين الاقتصادية والاستثمارية والتنموية احتفت الرئاسة التايلندية بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمملكة تايلند حيث أقام الجنرال سورايود شولانونت القائم بأعمال رئيس مجلس مستشاري ملك مملكة تايلند الخاص أقام مأدوبة غداء تكريماً لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحضور السيد دون برامو دويناي وزير خارجية مملكة تايلند وذلك بمناسبة زيارة سموه الحالية إلى مملكة تايلند الصديقة وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لمملكة تايلند ملكاً وحكومة على مظاهر الحفاوة والترحاب بزيارة سموه وما تعكسه من عمق علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين وأشهد سموه بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجبع بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات معتبراً سموه أن التعاون البحريني التايلندي يشكل نموذجاً لعلاقات الصداقة القائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال المأدبات تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وأسبل تعزيزها على المستويات كافة إلى جانب التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جهته رحب الجنرال سواريود شولانونت القائم بأعمال رئيس مجلس مستشاري ملك مملكة تايلند الخاص بزيارة سموه إلى تايلند مشيداً بالدور البارز لسموه في ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وما يليه سموه من اهتمام بتطوير ودفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والذي كان له الأثر العميق في الوصول بهذه العلاقات إلى ما وصلت إليه من تطور على مختلف الأصعدة وأكد حرص بلاده على الارتقاء بمجالات التعاون مع مملكة البحرين متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من التطور والنماء